اشتركوا في القناة 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 يعني الواتع خراها عندي وقد تثبت بأن فعلا الولد ديالي رأى ماشي نورمال يعني عنده خالة العقل يعني تفكير وفوك تجي وحد النوبة دي ما غييدك النوبة كيف قد هلأ يترها يعني ما كيف قالوش تركيز بصفة نهائية واخا تحددتي على هذه المعاناة ليدو السياء في هذا الاريود كاملة في نظارك أنت كأب وما كيش لي غايحس بولده من غير الأب ديالو الأم ديالو بطبيعة شو ما السبب لي خلى ولدك يتنتقل من الحالة ديالو الطبيعية اللي كانت تفوق دراسيا كما قلت لي لهذه الحالة هذه الآن واش المخدرات واش شبلية واش المشاكل عائلية شنوه في نظارك بالنسبة لتخمين ديالي أنا يعني ما نقدرش نحسم ونقول واحد يعني شي حكم نهائي بالضبط شو كيقول طبيب الطبيب كيقول بأنه هو مريض يعني عنده بحل مريض الفوصام يعني عنده وجوج عقولة في صام شخصية يعني أنك العقل ديالو يقصوا معلاجه هكذا الصراحة ديالو الدكتورة اللي كانت واشنو السبب ما شادي نقولك يعني بدبط يعني الاسباب الرئيسية بدبط حد الساعة أنا ما كان جلعا ما كان كي يكمي الحشيش ولا لا بعدا الإبن ديالي ما كانش يتناول الحشيش ولا والو ولكن ما قدرش نقول لك أنا ربما لك انشي حاجة يعني في الغياب ديالي ومشتاش أنا كنقول الحقيقة عمام الله سبحانه وتعالى لأنه نقول الحقيقة كاملة وكنت تحمل وكنت تازم بهذا الحضراء اللي كان نقول إن عادة السلاح ديالي يعني كنت تحمل فيه المسؤولية مية في المية بالنسبة للمشاكل العائلية كان عرفوا على أن مجموعة من الشباب والشابات كيكون بسبب مشاكل عائلية كي يضطروا على أنهم يفقدوا العقل ديالهم ماشي واحد وماشي جوجل اللي فقد عقلوا بسبب مشاكل كثرة الضغوطات والسترس ومشاكل كتلقى الإنسان صافي بهذا الحتمال ممكن خصوصاً أن الضروف المادية ديالي صعيبة وربما وراء كانت قررت نفسه عنده متطلبات اللي ربما ما قدرش أنا نحققها لي يعني كان بزفد المسائل اللي ما نقدرش يعني خصوصاً المسائل النفسية يعني ديالك أنت كتشوفه كتحاول تحقق له على حساب مستطع ديالك ولكن التفكير دياله ونفسيته ما يقدرش تدخلها وتعرفش إنه كايين عندك المسائل كتبقى يعني تل علاج سعي يعني دوز مدة طويلة يعني تل سنين ودوز في الطبيب المستشفى بن الحاسن خمس شهور يعني هو يعني الداخل في المستشفى ديال المراد النفسي والعقلية ورغم ذلك الدكتورات هي نفسها سرحة لقيت لي بأن المراد عنده صعيب ومحتاجين بأننا نخص نديره له واحد العلاج ما معرفتهش بالضبط يعني كيقول صدمة الكهرابي ولا بحلقه ومكلف غالي جداً وأنا ما عنديش الإمكانيات باش أنني ندير هاد العلاج هادا يعني أنا كن من هاد المينبار هادا اللي كنشكروها بزاف كتوصل للرسالة ديال أي مواطن يعني رسالة هاديفة أنا كن ناشد الجمعية الحقوقية باش أنها تساعدني وتساعد الولد ديالي باش يتعالج لأن أهم شيء والآمل ديالي في الحياة وهو الإبن يالي يرجع للحياة دياله الطبيعية ونحس أنا باستقرار لأنه هو مشيه ولا مريض لأن اللي مريض أنا والأم دياله والأسرة بسيفة عامة يعني عندي إمكانية مدية صعبة واللي بغي يعرف الحقيقة يجي لعندي الدار ممكن يعرف الحقيقة يسوه للناس يعني الناس الجيران يعني غي أخذ جميع المعلومات ويعرف الحقيقة كاملة في 100% وكننا رجع ونقول بأن أنا أد السرح اللي كنقول يعني كنتحمل فيه كامل المسؤولية إلا ما كان شهد شيء صحيح أنا كنتحمل كامل المسؤولية وكن ناشد يعني من جديد كناشد الجمعيات الحقوقية والناس المحسنين واللي عنده يعني والضمير والمحسنين والله يجزي كل واحد بخير كانت يساعدني فقط ما كان طلبش حاجة يعني مستحيلة ولا شي حاجة بقي شي حاجة للطلب ديالي الوحيد وهو أن الإبن ديالي يعني يرجع لحالة الطبيعية وميبقاش شك الخطار على المجتمع بصفة عامة وكنت منها والدولة يعني أنا ما كانوش مكدش الدور ديالها يعني تدولة راكت قوم بالدور ديالها ولكن أنا كناشد هذا الجمعيات الحقوقية والناس اللي عندهم غير على هذا البلاد واللي عندهم تهم راهم مجربين الكبداء وعارفين يعني الفلد الكابي ديالهم وكنت من هذا هو الأمل ديالي الواحد في الحياة هو الإبن ديالي يكون مزيان إذن متابعينا الحالة ديال الإبن ديال الشريف ديالنا مريض عقليا بطبيعة الحال هو الآن معتقل هو الآن مشي في المستشفى الإبن ديالك تقول لأنه مريض والآن هو معتقل طالع راك جايب معك للمكلة وطالع بشوفه أعجيب في أعلن يعني بالنسبة لما كان تم التقديم دياله وحالته على النيابة العامة يعني صدروا القرار باش أنهم يعتقلوا أنا في الصف ديال القانون وكن شكرهم بزافتهم القانون راك يقوم بالدور دياله يعني بشكل إيجابي أنا بالعكس أنا مع القانون وكنت من القانون تهو يخذني المجرى الطبيعي دياله نعم ربما ربما سبح لقطاتك ربما غير قدموه ودوزوه يعني السجن ومن بعد غير رجعوه للطبيب ولا كيف لا أنا اللي في خباري وأنه يعني عندي الجلسة يعني ليوم الإثنين القادم غتكون الجلسة دياله باش غادي يعني غيبتوا في القضية دياله يعني القادية تحقيقها ولا درها غادي قوم بالمسائل دياله المحكامة بصفة عامة ما كانت كشانة شخصية محكامة للمقاررة غتأخذ القارار ديالها باش غادي يشوفوا القضية ديالهم وأنا كما كان كما أكد في الصافيق يعني أنا معانا مع القانون وكنت مننا إن شاء الله سبحانه وتعالى نشوف والدي يعني مزيان ويبراه ورجع لحالة طبيعية دياله وكنشكر جميع اللي يسندني واللي باقي يسندني والهدف ديالي الأول والآخر وأول العلاج ديال ابن ديالي لأنه دول أمل ديالي في الحياة لأنه كان عاني بصراحة ربي اللي عالم ربي اللي عالم بدل المأساة اللي كان عاني أنا والأم دياله يعني كان تعرضوا للعون ما كان قدرش نخدم ما عنديش اللي يعطيني ما كانش شيء مدخول يعني مقار ما أنا بصراحة أنا كان هذا المسألة كان نشكي الأمري لله سبحانه وتعالى وكان ناشد الناس المحسنيني يعني طبيعة الحال ناس كاينين ومستوى عندهم دمائر وبغين يساعدوا يعني طبقة هشة بحالي أنا وكانت مننا إن شاء الله رحمن رحيم يتحقق الطلب وأمنية غالية عندي وكما كان رجع يعني هذا هو الهدف ديالي أن الهدف ديالي الأول والآخر وهو أن تكون مساعدة والإبن ديالي يرجع بالحالة والطبيعية وإذك هي الحياة بالنسبة لي أنا بالنسبة لش حاجة أخرى أنا ما عنديش مشكل فيها نعم وخار رقم ديالك باش الناس اللي بغاوا يتساعدوا معك الرقم الهاتفي ديالي هو 06-13-69-49-45-35 وكل من اللي بغاي تواصل معايا اللي بغاي يزورني في المنزل ديالي أو اللي يعني بغاي يسول الناس ولا يعطهم شيء معلومات وبغاي يعرف الحقيقة أنا ما عنديش إشكان أنا بالعاكس أنا أخصني نساعد هذوك الناس اللي كيبغاوا يساعدوا يعني الناس اللي كيساعدوا أنا أخصني نوقف بجانبهم وكنت من الأمل الله سبحانه وتعالى كبير بأنه الإبن ديالي يرجع للحالة الطبيعية ديالي أنا كان يعني أنه النهار عندي كبير جزاف لأنه تحت لي فورسا بش أنا نعبر الرأي ديالي اللي ما أنا بتراحة نقوله ما لقيتوش يعني في هذه الفترة اللي دازت وكنت كان خاب الإبن ديالي برجو يوصل لهذه المرحلة وكنت كان تمنى العلاج ديالي ولكن إن شاء الله وما مكتب الله وكنت من هذا واللي كنت منه وآخي العزيزان وكنت منه لك توفيق إن شاء الله وكنت منه لأن الرسالة دي لك توصل متابعين ومشاهدين الكرام القصة ديالهاد الأب لمؤترة واللي كي طالب من خلال هذا البتل المباشر ومن خلال هذا الفيديو على أن الإبن ديالي فقط يبرع هو الآن بين القطبان هو في المؤسسة السجنية بطبيعة الحال ضرب بنيثة في عمرها 8 سنين وعرضها الجروح هو دوس خمس شهور في المستشفى ديال الأمراض العقلية الأب كي يناشد للجمعيات الحقوقية والمحسنين باش يساعدوه ويوقفو معاه في المحنة دياله بطبيعة الحال كي يقول لنا والدي مريض مختل عقليا كي يضرب الأب دياله والأم دياله ومشاهدت الجامع وعنده الدلائق اللي كتسبت هاتشي ضرب بنيثة صغيرة هو مريض كي يقول لك ما مريض ولكن قاضي راضي بالقضاء بالله سبحانه وتعالى وقضاره وراضي بالقضاء المغربي بطبيعة الحال وكي آمن بالمؤسسات ولهو ثقة في القضاء باش ينصف الولد دياله بطبيعة الحال مازال ما تحكم نجي غاضي تحكم وأكيد لأن القضاء غاضي يكون ويقول كلمة دياله بطبيعة الحال شكرا جزيلا لكم ملاحظة تتبع ديالكم مشاهدة إلى ما اللقاء بكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله الله يستردك والله يسمعك شيخ بردو خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا كنشكركم واجب واجب لأنني أعطيتوني بصراحة فورسة يعني هذه واجب وطوظي ما تنديلوا فورسة ما ممكن تكن تصدرها يعني المرار يعني مع رش أنا بتبتك كنت باغي اندي هاد هاد تصريح وما تحتيش فورسة بصراحة وانا كنشكركم هذا واجب أسيبي توقع علي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا